بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرحا إلى ميك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقادرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلولي سخطيك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتي إلهي كأني بنفسي واطفة بين يدك وقد أضلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنى أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظري لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على مذنبين قد غمره جهل إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جهدك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرغني بنقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذري فاقبال عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت أهواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلب غامرك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفويك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أخذتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محرومة وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطيك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إلى بيك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك بيك من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل بي عن معصيتك إلا في وقتين أيقظتني أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخاني في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبان لا يبعدوا عن المغتربين ويا جوادان لا يبخلوا عن من رجى ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيك منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك لمستمير وإن من اعتصم بك لمستجير وقد نذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتيك إلهي وألهمني ولهان بذكرك إلى ذكريك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحلي قدسي إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعاء ولا أملك لغا نفعاء إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملكك المنيف فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هبني كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظماء وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسيك إلهي وجعلني ممن ناديته فأجابك ولا حظته فصعقا لجلالك أبصار قدسيك فناجيته سرا وعمل لك جغرا إلهي لم أسلت على حسن ظني قنوط الأياس ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفيك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفيك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأنت جعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفة وعن سواك منحرفة ومنك خائفاً مراقباً يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم اشتركوا في القناة